شايفين بقى الجمال كل سنة وحضراتكو طيبين هنعمل بقى النهاردة مع بعض الخشاف بطريقة سهلة وبسيطة جدا ويطلع بقى بالجمال اللي انتو شايفينه ده شايفين بقى مية الخشاف جميلة جدا ازاي وطعمها طحفة هنضيب بقى ربع معلقة كده على المية هتخلي بقى مية الخشاف وطعمه طحفة يلا بنا بقى نشوف الطريقة الجميلة دي اتعملناها ازاي اول حاجة معايا بقى هنا كطع من الامر الدين وقطعطاها بقى معايا بالمقص بالشكل اللي انتو شايفينه ده يعني كطع صغيرة عشان خطر تدوب معانا في المية بقى على طول وهنزل بقى بكوباية من المية السخنة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهاسبها بقى بالزبط خمس دقائق شايفين بقى ما شاء الله دب معايا خالص هبدأ بقى اضيف كوباية من المية ومعلقة كبيرة من السكر وهضيف كمان باكت من الفانيليا باكت الفانيليا ده بقى هيدي طعم حلو جدا للخشاف ونقلب بقى الفانيليا مع السكر كده مع مية امر الدين الجميلة بتاعك ناديك كويس جدا وانزلي بقى بالبلح طبعا الغسلة كويس جدا ومقطعها وطبعا مش مشية بقى ومقطعها يعني اي حاجة طبعا عندك مكسرات حطيها ما فيش اي مشكلة خالص وهنزل كمان بالتين طبعا الخشاف بقى بيبقى اساسي كده على صفرة رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين وهنزل كمان بقى بالزبيب وعندي كمان عين جمل ولوز يعني اي حاجة عندك كده ضفيها ما فيش اي مشكلة خالص هو هنا ناقص القرسيا طبعا وجوز الهند ودول انا مش بحبهم بصراحة في الخشاف فطبعا محطتهمش ونقلب بقى الخشاف بتاعنا الجميل ده شايفين بقى ميته طبعا الفانيليا بقى اللي احنا حطينها دي بتدي طعم حلو جدا جربيها وهتدعيلي عليها بجد واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي تنوريني وتضسي لايك واشتراك عشان يوصل لتكل جديد باذن الله